اشتركوا في القناة فكل كلمة من الكلمات فيها E في البداية فصارت Electronic Internet Expo صارت E3 باختصار أسهل مما واحد يقول Electronic Internet Expo أنا تعبت وأنا أقولها الحين فرح أخبركم عن معرض E3 و ليش كل الناس قاعدين يتكلمون عن E3 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 كلنا و كل المواقع الثانية و كل المواقع الأخبار والأكثر الخنوات الأخبار تتكلم عن E3 أخبار الألعاب طبعا معرض E3 هو معرض ألعاب أو الفيديو جيمز أو ألعاب الفيديو اللي راح يكون من تاريخ خمسة إلى تاريخ سبعة منها الشارعي بعد يومين من اليوم راح يبتدي المعرض و طبعا في المعرض و قبل المعرض راح يكون في مؤتمارات صحفية هك شركات المعرض ليشاركون في أكبر شركات و كل الشركات الألعاب من الكبيرة للصغيرة بعد حتى شركات الصغيرة من الألعاب يشتركون و رؤون ألعابهم في المعرض شركات كبيرة مثل سوني، نيتندو، مايكروسوفت، إلكترونيك أرس أو EA، أكتوفيجن، يوبيسوفت، أي شركة كبيرة راح تكون موجودة سكوير اينكس، كابكوم، كونامي، اللي تبون تسمونا أي شركة راح تكون موجودة هناك و راح يرون الناس الموجودين في المعرض حق الألعاب و حتى الناس اللي راح يشوفون لايف أو راح يقرون لايف طبعا المعرض ما يقدرون يدخلونها إلا الصحفيين و الناس اللي يشتغلون في شركات الألعاب و الناس اللي عندهم محلات الألعاب يعني الشركات الكبيرة الموزعة للألعاب فأكثر الناس اللي راح يكونون هناك موجودين مثل الصحفيين مثل عملنا شيط اللي راح يروح من صوبنا و True Gaming راح يكونوا موجودين وأكثر المواقع الثاني راح يكون موجودة مثل ثلاث حداق بعض راح يكونوا موجودين هناك فراح تشوفون أخبار واحد من إيثري طبعا مؤتمرات الصحفية راح تكون أهم شيء في المعرض المؤتمرات الصحفية لأن كل مؤتمرات الصحفية راح يكون فيها اللي هما الإعلانات أو الألعاب من كل الشركات طبعا خلونا في البداية قبل ما أقول لكم عن المؤتمرات الصحفية وأتكلم عنهم خلونا أتكلم عن أوقات المؤتمرات الصحفية طبعا تاريخ أربعة ستة اللي هو بكرة في الساعة على توقيت البحرين أو توقيت سعودية راح يكون في البداية مايكروسوفت برس كونفرنس أو المؤتمر الصحفية لمايكروسوفت في الساعة سبع ونص مساء يعني ساعة سبع ونص تقدرون تشوفون الحدث لايف طبعا راح تسوي موضوع في الموقع وتشوفون رابط الموضوع موجود في الدسكريبشن حق اللينكات عشان تقدرون تشوفونا لايف حق اللي تسألون وان تقدرون تشوفونا لايف في البداية عندنا اللي هو تاريخ أربعة ستة مايكروسوفت برس كونفرنس هي المؤتمر الصحفي لمايكروسوفت في الساعة الثبع ونص و نفس اليوم في تاريخ أربعة راح يكون Electronic Arts المأتمر الصحفي حق Electronic Arts في الساعة 11 مساء يعني بعد ما يخلص Microsoft بعدين عندنا في تاريخ خمس سجون اللي هو بعد مباشرة في الساعة واحد صباحا يعني نص الليل في الليل راح يكون Ubisoft Press Conference بعدين بعدها عندنا Sony Press Conference في الساعة أربعة صباحا و بعدين بعدها فترة عندنا Nintendo Press Conference أو المؤتمر الصفحي حق Nintendo في الساعة السبع و آخر شي يبتدي المعرض في الساعة 10 راح يبطل المعرض كلها بتوقيت البحرين أو توقيت السعودية غير عن توقيت اللي في أمريكا طبعا أحطت توقيتها علينا لأنه هما كيف هم في توقيتهم احنا بنشوفها على أوقاتنا و أنا بدنا قاعدة نحول و أنا تعب و أنا قاعدة نحول في الأوقات عشان أحصل فرق سبع ساعات و أكتبوا أرقام المهم حلونا أنتغل حق اللي عقبة فما بقا أسوي الفيديو طويل و حبيت تسوي الفيديو مو بكاميرا لأنه يكون أحسن عشان تقدرون تشوفونا فخلونا أقول لكم شنو راح أتوقع أنا عن المعارض أكبر المعارضة طبعا ما راح أتكلم عن Electronic Arts أو Ubisoft أو Activision أو أي واحد ثاني راح أتكلم عن Sony و Nintendo و Microsoft في البداية راح أتكلم عن Sony توقيت لحق معرض Sony في E3 أو المؤتمر الصح في E3 لسوني راح يكون يعني عن شي طبعا ما الناس يتوقعون راح يتكلم عن PlayStation 4 وهاي شي غير محتمل أو يمكن ما يكون موجود هناك يمكن ما تكون PlayStation 4 موجودة في هالمعارضة ممكن السنة الجاية نشوفه PlayStation 4 في المعارض E3 السنة اللي هي بس هالسنة في احتمال يمكن 30% بس مؤكيد خلونا نتكلم عن الأشياء اللي فيها احتمال مؤكدا تكون موجودة اللي هي مثل PlayStation Vita اعتقد حطور PlayStation Vita راح يكون في المؤتمر معهم راح يتكلموا عن PlayStation Vita PlayStation Vita PlayStation Vita تكلموا عن الألعاب البرامج اللي راح تنزل تحديثات أي شيئ اللي راح يكون عن PlayStation Vita في هالسنة في خلال السنة كاملة راح يتكلمون عنه في المعرض يمكن ياخذ أكثر من نص المعرض حق PlayStation Vita و راح يتكلمون طبعا عن الألعاب اللي راح تنزل على PlayStation 4 الاكبر آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ قال ك iowa واخر شيء اللي راح يتكلمون عنه حق PlayStation 3 خاصية الله هي PlayStation Plus وكيف政治 راح يطبرونها طبعا قال من قبل PlayStation راح يطبرون ان يوضع فى PlayStation Plus حقه حقه من وجهة نظري بلايستيشن بلاس ما تستحق انك تدفع عليها عشان تحصل الاشياء اللي يعطونك بمثل التخفيضات والاشياء فانا مشترك في بلايستيشن بلاس صراحة ومعتقدني راح اشترك لحد حين لانه ما قاعد اشوف اشياء اضافية كدر احصلها من بلايستيشن بلاس على عكس الاكس بوكس لايف صراحة استمتع باللاكس بوكس لايف ومستانس اني اشترك فيها سنويا صراحة مو قاعد اتحطم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ومرح يغيروني طبعا سمعنا شعائيات انه الوندوز 8 رح اشغلة لعاب اكس بوكس او تقدر تلعب لعاب الاكس بوكس علي الوندوز 8 فهي الشي يمكن اتوقع ان تشوفها في ماكروسوف طبعا ما رح تكون اتشغل كل اللعب على يمكن تقدر تلعب بدول اكس بوكس فور وندوز او او gamez فور وندوز اللى هو كان اسمه لعاب حق البيسي رح يغيرونا الى الاكس بوكس فور وندوز او شي كذي فهالله توقع اللي راح نشوفه في مايكروسوف وغير عن هاي اللي راح نشوفه اللي هما التايتلزة واللعاب الكبيرة مثل هيلو 4 و Gears of War Judgement الجديد اللي اعلنوا عنها في Games Informer أمس طبعا هالله شي اللي راح نشوفه في مايكروسوفت وطبعا ما ننسى Connect راح يتكلموا عن Connect مرة ثانية معنا Connect شي اعتقد قاعد يفشل او فاشل من نسبة حق الهاردكور جيمرز لكن يبيع يبيع في يحتاجون يتكلموا عن المرة ثانية لكن ما اعتقد راح يكون تركيزهم على Connect المرة راح يركزون على الالعاب الجديدة والبرامج اللي راح يطيفونها على الـ Xbox Live وفي النهاية بنتكلم عن Nets Hando او مؤتمر الصحفي حق Nintendo راح شنو راح يراونه في مؤتمر الصفحة حق Nintendo مؤتمر الصفحة نتندو راح يكون يتخلص في خلل نقول في شيين اللي هما الـ Wii U والـ 3DS الـ Wii U راح ياخذ يمكن معظم الوقت من مؤتمر الصحفي طبعا نتندو اعلنوا انه راح يساون بث مباشر الليلة حق الـ Wii U راح يحطونا في الفيسبوك مالهم راح تصند رابط في الـ description ورابط الموضوع كامل في الـ description طبعا نتندو راح يتكلمهم في المؤتمر الصحفي مالهم كل عن الـ Wii U مواصفات الـ Wii U، شكل الـ Wii U، قوة الـ Wii U، كنترولر Wii U كل شي تقدر تسوي مع الـ Wii U وطبعا راح يتكلمهم عن شي بعد عن الـ اللي هما الـ العاب اللي راح تنزع على الـ Wii U راح يحطونا لنا لسة طويلة طويلة من الـ العاب اللي راح تنزع على الـ Wii U لانه هاي الشيء اهم الاشياء انك تحت عندك اللي هما الـ launch title او الـ العاب الصدور للجهاز الـ urlah نعين في الـصق Love فبعا اعتقدت 他تِسرا راح نشوف اسامية قوية مثل الـ Assassin's Creed تنزع على الـ Wii U راح نشوف مثلا يمكن طويل يمكن يمكن طبعا قوة طويلة طبعا طبعا، طبعا 뭐 اللي نزع على ال organis метading لمكن نشوفها بقوة تنزع على الـ Wii U ورح تكون مثل الاجهزة الثانية واو كواء الاجهزة الثانية excreight طبعا لا اذنك مشروع sach對吧 تتكلمون عن 3DS وعن الاشياء اللي راح يساونها اكثر حق ال 3DS لانه الجهاز ما صار لفترة ولازم بعد يعلمون عنها اشياء عشان يزايدون مبيعات في الجهاز فويو و 3DS ويو راح يحتل يحتل المعرض وي راح يحتل ال E3 هالسنة اعتقد راح تكون سنة الويو راح يتكلمون اكثر الناس عن الويو ونشوف اشياء كثيرة عن الويو متعبت وان اقول ويو وعتقد تملتون تسمعوني انا قلوية طبعا احنا راح نتابع كل المؤتمرات احمد راح يكون في قبل الحدث ينقل لنا كل شي وكلنا شن اللي صاير وشن اللي تشوفه راح يصور فيديوهات وانتروفيوز او مقابلات مع الشركات اللي نقدر نحصلهم وانا وبعباس راح نكون موجودين على الموقع وعلى اليوتيوب نرفع لكم الفيديوهات عن كل المؤتمرات نتكلم عنهم والاخبار كامل راح تكون على الموقع فتابعوا الموقع www.devilsgame.net وتابعوا اليوتيوب youtube.com slash devilsgame اللي انتم موجودين فيها الحين مقروض يعني وتابعونا على تويتر تابعوا احمد راح يسوي تويت في المتمر انا راح يسوي تويت في المتمر انا راح يسوي تويت في المتمر at devilsgame وانا ات حمودز في اسبوك اللي ان شاء الله في الصيف او في الاجهازة راح نبتدي عليه ما نقدر نتابع كل شي مرة واحدة وتابعون الموقع اهم شي الموقع راح تكون كل شي موجود في الموقع ان شاء الله فنشوفكم في اي ثري وفي المؤتمرات ومع السلامة